بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون يردون إلى عذاب عظيم إخوتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآية تتحدث عن المنافقين وهي آية مدنية نزلت في أواخر الدعوة لأن سورة براءة هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم أما قوله تعالى منافقون فجمع منافق وهو من النفاق أصله في اللغة نفق أي حفر نفقا يدخل فيه مستترا وكأنه يشير إلى أنه يظهر أو يظهر على وجه الأرض ما يخفيه تحتها وقد ذكروا أن أصل التسمية مأخوذة من الجربوع الصحراوي وهو فأر الصحراء يتخذ لنفسه جحرا بابه اسمه النافقاء والباب الثاني اسمه القاصعاء فإذا حوصر من أحدهما خرج من الآخر ومثله المنافق يمرق في الدين من باب ويخرج من آخر والخلاصة أن المنافق بالمعنى الاستلاحي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو من أشد أنواع الكفر وقد ذكر الله المنافقين في آيات عديدة في القرآن الكريم بل أفرد سورة سماها المنافقون أما قوله تعالى مرد على النفاق فهي من فعل مرد أي عتى وتمرس فهم ليسوا منافقين عاديين بل تمرسوا في النفاق وتراكمت لديهم الخبرة في ذلك بحيث بات من الصعب على أي شخص عادي أن يكتشفهم أما عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالأمر مختلف رغم أن ما يظهر من الآية غير ذلك كما سنرى فالآية تكشف للمسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن من حول المدينة من الأعراب الذين يتفرقون في البواد القريبة هم منافقون بل وممن يسكن المدينة أيضا وبعضهم ليس منافقا عاديا بل من مردة أهل النفاق الذين تمرسوا على ذلك والظاهر من قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعلمهم بأعيانهم رغم كمال فطنته وصدق فراسته وأنه رغم قدرتهم العجيبة تلك هم مكشفون عند الله تعالى وهذا ما ذهب إليه معظم المفسرين ثم توعدتهم الآية بالتعذيب مرتين قبل أن يردوا في الثالثة إلى عذاب عظيم أمامنا في تفسير هذه الآية المباركة جملة من الأسئلة والإشكالات التي تجب الإجابة عنها لإزاحة الغموض بل وما يتوهم من تناقض في كتاب الله عز وجل الأهم أيضا أن ننفي الجهل عن النبي صلى الله عليه وآله فيما هو تكليف له فإذا كان معنى الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم مطلقا من هم المنافقون حوله في المدينة وحول المدينة من الأعراب فكيف يقوم بتكليفه بل بتكاليف متعدد شو تكليفه أولا لا يجوز له الركون إلى الظالم وحتما النفاق عنوان من عنوين الظلم وصاحبه متلبس بالعنوان فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم المنافق وركن إليه في دعوته أو أمنه على ما بين يديه فيكون الله تعالى قد أقحم نبيه فيما نهى عنه وهو أمر مستحيل إلا أن يقال إن تكليف النبي صلى الله عليه وآله هو العمل بالظاهر الذي يتراء له نقول نعم إن عمله يجب أن يبنى على الظاهر فالعلم بالنسبة إليه حجة لكن لا يصبح علمه الواقعي حجة على الناس إلا بأن يصبح علما ظاهريا وجوه العلة فيه واضحة للخلق فقد كان داوود يحكم بين الناس بالوحي فضج من ذلك بني إسرائيل فأوحى الله إليه أن يا داوود أحكم بظاهر الأمور على المدعي البين وعلى المنكر اليمين وبقي علمه الإلهي حجة عليه فقط لا يجوز له العمل به إلا أن يسيله علما ظاهريا تتقبله عقول الناس وقلوبهم العادية ثانيا أوجب الله تعالى على رسوله جهادهم بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فكيف يجاهد قوما لا يعلمهم فهو تكليف بالمعسور علما أن جهاد المنافقين هو شامل للجهاد العسكري وللجهاد الفكري لأننا لم نجد في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قتل منافقا قط ثالثا قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ فهو سبحانه يجزم بأن رسوله يعرفهم من خلال ثلاث طرق أولاهم أن يكون ذلك بتعليم وإراءة من الله تعالى لرسوله مباشرة والثانية أن يعرفهم بسيماهم أي بعلمات ظاهرة فيهم والثالثة أن لحن القول لديهم كاشف عن نفوسهم ويؤكد الله ذلك بقوله ولتعرفنهم رابعا قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم منافقين فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعلمهم فكيف يحزن لذلك إلى آخر عهده علما أن القرآن نقل ظاهرة تسارعهم في النفاق ولم يتحدث عن أفراد قليلين لأنه شمل من حول المدينة وبعض من بداخلها خامسا قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا كيف يغره الله بهم دون أن يكون قد كشفهم له أما أن القرار يؤخذ من الله عز وجل فجأة فيطلع نبيه عليه مما يجب أرباكا في التنفيذ لدى الجماعة المؤمنة سادسا كيف تجمع الأمة على أن حذيفة بن اليمان قد أطلعه رسول الله صلى الله عليه وآله على المنافقين كلا أو بعضا في حياته الشريفة واستكتمه على ذلك حتى وصل الأمر بعمر بن الخطاب أن لا يصلي على ميت من المسلمين لا يشهد جنازته حذيفة تصديقا لما بين يديه من علم رسول الله صلى الله عليه وآله سابعا قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله فكيف ينتهي عن الصلاة على واحد منهم ولا يقيم على قبره حين دفنه إذا كان لا يعلمه ولا يقول لن لي أحد إن الله يكشف له ساعة إذن عن ذلك فهو أمر معيد أن يتوجه النبي صلى الله عليه وآله لفعل ثم يصده الله عنه بهذه الطريقة التي لا تليق بأناس عاديين فكيف بالعلاقة بين الله ورسوله وبين الحبيب وحبيبه أوليس المسلمون يجمعون على أن محمدا حبيب الله تعالى أفهكذا يورط الحبيب ثم ما ذنب أهل الميت إن كانوا من المؤمنين أن يتحملوا تلك المفاجأة الرهيبة في أنهم يؤبنون عزينزا عليهم ويمشون خلف جنازته باعتباره مؤمنا مسلما ثم ينفض النبي صلى الله عليه وآله ومن معه تاركين الجنازة في الأرض قبل الوصول إلى القبر وقبل الصلاة عليه تلك والله هي المهزلة التي يأبى الله ورسوله مجرد أن نفكر بها ثامنا قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله فكيف هو منهي عن إطاعة أي منهم وهو لا يعلم أحدا منهم أوليس ذلك تكليف بالمعسور ولو تتبع مرؤ ذلك لاستقصى أكثر من آية في هذا السياق فما معنى قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم الحق إن العلم بنفاق شخص هو علم بما في قلبه ولا يعلم ما في القلوب إلا الله تعالى بالأصالة ولأنه الخالق فهو الخبير بما خلق وما توسوس به النفس وبما في الصدور هذا العلم مما اختص به الله تعالى ذاتا وهو من علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضى منهم لذلك فليس ثم تمانع يمنع من أن يطلع على ذلك رسوله بل بعد ملاحظة الآيات أصبح من الضرورة والبديهة أن يطلع رسوله على ذلك ليقوم بتكليفه تجاههم بل وليطلع المسلمين أيضا على تكليفهم فيكون علم الله عز وجل بهم علما ذاتيا وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله بهم علم بالتبعية لعلم الله تعالى هكذا يستقيم معنى الآية وينسجب مع ما أوردناه من آيات كما أن الإتيان بالكلام الإلهي بهذا السياق يدفع عن رسوله أنه يشارك ربه بالعلم الذاتي مضافا إلى أنه لو عرفهم لبقية المسلمين لاحتجوا عليه بأن ذلك من الأمور القلبية فهل شاركت الله في علمه حتى تحاكمنا بما لم يظهر منها واستعمال كلمة لا تعلمهم دقيقة جدا في المقام فلم يقل لا تعرفهم لأن العلم بحد ذاته يعني الاستتار بمكنون الصدر أما المعرفة فتحمل معنى التعريف والإشهار والإظهار ولذلك وجدناه في الآية الأخرى يقول ولتعرفنهم في لحن القول أي سيشتهر أمرهم من خلال لحن قولهم أما معنى قوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فهو يدل على حتمية أن يعذبوا مرتين في الدنيا ثم في الآخرة بالآخرة يلاقون العذاب العظيم فقد عثرت على أكثر من ثلاثين قولا في هذا الباب أكثرها مما لا دليل عليه قالوا المرتين تعني مرة في الدنيا بالسبي والقتل ومرة بعذاب القبر وقال مجاهد القتل والسبي أو الجوع وعذاب القبر وقال يحيى الخوف والقتل وقال آخرون عذاب الدنيا الأموال والأولاد لقوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لكننا وجدنا كثيرا من المنافقين منذ الزمن الأول لم يعذبوا بأموالهم أو أولادهم وعلى هذا يطول الشرح وتعداد الأقوال والرد عليه ولكن ثمت رأي آخر لا بد من الإشارة إليه وهو أن الله تعالى ذكر حشران في كتابه الحشر الأول ليس عاما بل لأفراد معينين وهو قوله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجة ثم ذكر الحشر العام يوم القيامة فقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقد ذكر أهل البيت عليه السلام أن الحشر الجزئي أي من كل أمة فوج هو الرجعة التي تكون لكل من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا في زمن العدالة الأرضية كي تقام الحجة في الدنيا قبل الآخرة وهنا يكون العذاب الأول ثم يتلوه عذاب القبر ثم يكون يوم القيامة العذاب العظيم وليس ثم تمانع من ذلك إذا ما قرأ أمرؤ أدلة الرجع بعين الإنصاف والتي حدثت في من سبقنا من الأمم أيها الإخوة المؤمنون إن ظاهرة النفاق كانت منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبقيت وما زالت وستبقى وهي مع الأسف ظاهرة لا تقتصر على الدين فحسب وإن كان النفاق الديني هو الأخطر بل تتشعب لتكون نفاقا اجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا أوليس غش الناس المستهلكين لما يقوم بأودهم من طعام ولباس وغيره ضرب من ضروب النفاق ألا نرى في العالم كله من حولنا من يظهر أمرا ويخفي أمورا إن النفاق مرض قلبي لا شفاء منه على الأرجح وعلى الجماعة الصادقة ولا أقول المؤمنة فحسب أن تركز لأخلاقها في كل يوم علما تتهافت تحت ركيزته أنفاق المنافقين والمارد من أفكارهم والأعمال ثبتنا الله وإياكم على الصدق والفضيلة إنه سميع مجيب وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر